تمكن مشروع مركز الملك سنمال الإغاثة والأعمال الإنسانية مسام من انتزاع 64 لغم مضاد للأفراد وقرابة 1500 لغم مضاد للآليات و85 عبو وناسفة وأكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر للعام 2018 ليبلغ إجمال ما جرى نزعه أكثر من 2500 لغم وبلغ إجمال ما تم انتزاعه منذ بداية المشروع أكثر من 26 ألف لغم زرعته ميليشيات الحوث الإنقلابية في الأراضي والمدارس والبيوت وحاولت إخفاها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وأكبار السن سواء بالموت أو بالإصابات الخطيرة أو ببتر للأعضاء